لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميع الفعال وكرم الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم المعال أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي النجاة بالدنيا والآخرة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالد عمره أيها المسلمون إن الإسلام قد شمل في الأخلاقه أحوال المسلم كلها صغيرها وكبيرها دكيقها وجليلها فردا وأسرة ومجتمعا فالاستعذان والسلام والمسافحة والصدق والتأدب في المذاء والمداعبة وحفظ حقوق الأخوان والأدب مع الأطارب والجيران وسنة الأرحام وإدعام الطعام وتجنب الظلم والاحتكار والعدوان كل ذلك عباد الله وغيره باب واشئ عظيم وهو ثابت لا يتغير بتغير الزمان ولا يتحول المكان غير أن لهذا الباب الواسع مفتاحا وأن لهذه الأخلاق أنوانا وعليها دليلا ذلكم هو خلق الحياء من الله والحياء من الناس أيها المسلم عندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبقه ويقص الخجل وجهه إذا بدر ما لا يليك فاعلم أنه حي الدمير ذكي العنصر نقي المعدن أما إذا رأيته صفيقا بليد الشعور معوج الصلوك لا يبالي ما يأخذ أو يترك وهو بعيد عن الخير ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه يقع في الآثام ويسه في ارتكاب الدنايا إن المرأة حين يفقد حياء يتدرج من سيء إلى أسوأ ويحبط من رزيلة إلى عرضا ولا يذال يحوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلة ورد في الحديث مرفوءا وموقوفا إن الله عز وجل إذا أراد بأبد حلاكا نذع منه الحياء فإذا نذع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا فإذا كان مقيتا ممقتا نذع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا فإذا كان خائنا مخونا نذع منه الرحمة فلم تلقه إلا فضا غليذا فإذا كان فضا غليذا نذع منه ربقة الإيمان من عنقه وإذا نزع لبقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا أخرجه ابن ماجة وغيره هذا الترتيب عباد الله دقيق لأمراض النفوس خطوات سيئة تقول إلى خطوات أشد منها نقرة إن العياء عباد الله والإيمان في قرن واحد إذا نزع عهدهما تابعه الآخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياة وقال عليه الصلاة والسلام دأه فإن الحياة من الإيمان وعمر رضي الله عنه يقول من اتهي اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقع أيها الإقوة في الله إن من آذم ما يستحي منك ربكم مولي نعمة ومسجيها ولا يتولد هذا الحياء إلا إذا يتالع العبد نعم الله عليه ويتفكر فيها ويدرق تمامها وشمولها ثم يراجع نفسه ويحاسبها على التقسيم ويخجل من ربه ولا سيما إذا رزق العبد توفيقا فأدرك عزمة الله وإحاطته وإطلائه على عباده وقربه منهم وإلمه بخائدة الأعيون وما تخفي الصدور يقول الجنيد رحمه الله الحياء رؤية النعم ورؤية التقسيم فيتولد بينهما آلة تسمى الحياء ويقول بعض الصلاة خفلاء خفلاء على قدر قدرتك عليك واستحي منه على قدر قدرتك قربه منك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستحيوا من الله حق الحياة فقالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الحياة قال ليسا ذلك الاستهياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعه والبطن وما حوه وتذكر الموت والبنى ومن أراد الآخرة ترك ذيلة الحياة الدنيا من فعل أمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياة ومن الهياء إباد الله أن يطهر المسلم لسانه من الححش ومعيب الألفاز فإن من سوء الأدب أن تلفظ الألفاز البذيئة من المرء غير بادع مواجعها وآثارها ومن الهياء القصد في الحديث في المجالس فمن أطلق لسانه العنان فإنه لا يسل من التذييد ولا ينجو من الإدئاء والرياء ومن الهياء إباد الله أن يتوكل إنسان ويتهاشى أن يؤثر أنفسه أو تتلقط سمعته مما لا يليم وليبكي بعيدا عن موارد الشبح ومواطن الإشاعات السيئة وإن من الهياء أيها المسلمون أن يعرفوا لأصحاب الهقوق منازلهم ومراتبهم ويؤتي كل ذي فضل فضلة فالابن يوقر الآباء والتلميز يحترم المعلم والصغير يتعدب مع الكبير ورد في الأثر أن أبد الله ابن بسر أنه قال إذا كنت في قوم فتصفحت وجوههم فلم ترى فيهم رجلا يحاب الله فألم أن الأمر قدر ويقابل الحياء البزاء والجفاء أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبزاء من الجفاء والجفاء من النار ومنذوق الحياة لا تراه إلا على قبح ولا تسمع منه إلا لغوا وتأسيما عين غماذة ونفس حماذة ولسان بذي يتركه الناس اتقاء فخشه مجالسته شر وصهبته ضرر وفئله عدوان وحديثه بذاء ويزيد الأمر ويعظم الخطب حتى يكون اللهو والتفقش في الترب والغناء واتخاذ القينات والمعاذ هو القصائد المجون حيث القروج عن الفدينة وخرج الجلباب الحياة ومن لا حياة له لا إيمان له واتخاذ اللهو واتخاذ اللهو أيها المسلمون والتذموا الهياء والأفاء فهو البائس على فعل الضاعات وترك القبائح والمنكرات هو المانئ من التكسير في الشكر وأرفان الجميل وتبريد في حق كل ذي حق الحق واتخاذ اللهو أيها المسلمون واعلموا أن المسلم عفيف حيي يفعل الجميل ويتلب القبيح ولا ينبجي أن يكون الحياء حائلاً عن طلب العلم أو مانئاً من قول الحق والأمر بالمعروف والنحي أن المنكر بل لقد قرر أهل العلم أن من امتنع عن مواجهة الحق وأخلى بالواجبات على زعم منه أن هذا من الحياة فقد ضل السبيل فما هذا إلا عجض وقور وضعف واستكانة بل خنوع وتقسير ومحانة فهقيقة الحياة ما بعث على ترك القبيح ومنئ من التقسير في حق كل ذي حق حقه فكركان عليه الصلاة والسلام أشد حياة من الأذراء في قدرها لكن لم يمنعه أن يقول لحبه أسامة أتشفأ في حد من حدود الله ولا يمنع الحياء أم سليم الأنسارية أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرتهي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلما ولم يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبها بقوله نعم إذا رأت الماء فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسقوا بوسايا دينكم وتأصوا بها دين بيكم وكد كان سادق اللهجة حصن العشرة ليس بغماس ولا لماس ولا فاحش ولا متفحش وسلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيض النجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم كن لأهلنا في ناجيريا ناسرا ومعينة اللهم كن لأهلنا ناسرا ومعينة يا رب العالمين اللهم كن لأهلنا ناصرا ومعينة ومعيدا وزهيرا اللهم انصرهم على الضغاة الظلمة المعتدين اللهم عليك بقتلة المجرمين اللهم عليك بقتلة المجرمين الذين سفقوا الدماء وقتلوا الأبرياء وعذبوا الشيوخ والأتفان والنساء أنذل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بدلهم يا الله وقرق شملهم يا الله أذهب قوتهم يا الله خالق خانمتهم يا الله أنت الأزيز وأنت الكوي يا رحمن اللهم عرنا فيهم قدرتك اللهم عرنا فيهم قدرتك اللهم عرنا فيهم قدرتك يا رب العالمين اللهم عرنا فيهم عظمتك زلزلهم يا قوي زعزهم يا قادر دمرهم تدميرا يا قادر ولا تجعلهم في الأرض وليا ولا نسيرا يا رب العالمين اللهم نجي إخواننا من قبضتهم اللهم نجي إخواننا من قبضتهم اللهم نجي إخواننا من قبضتهم يا رب العالمين ونجي إخواننا من ظلمهم اللهم من على إخواننا بالنسل والتمكين عاجلا غير عاجل يا رب العالمين اللهم اجعل الناجيريا أمنا وأمانا اللهم اجعل الناجيريا أمنا وأمانا اللهم اجعل الناجيريا أمنا وأمانا ورخاء وسلامة يا أي يا قيوم اللهم نجع إخواننا من الحرقة والخلاف اللهم وفق أهلنا في ناجيريا لما فيه إذ وسلا هو خير يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشلي مردانا اللهم اشري موتانا ورحم موتانا اللهم اشري مردانا ورحم موتانا واجبر كسرتهم يا كريم يا رحيم يا منان يا زل جلال والإكرام اللهم من أراد إشاعة الفتنة والحوضى في ناجيريا اللهم اكشف سرة اللهم اكشف سرة اللهم اكشف سرة وهتك سترة وهتك سترة وهتك سترة وكفنا شره وكفنا شره وكفنا شره وجألك عبرة يا رب العالمين اللهم احبث احلنا في ناجيريا اللهم احبث احلنا في ناجيريا اللهم حكم دماءنا وسمع اعراضنا يا رب العالمين اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شرارنا وكفرنا شرارنا يا رب العالمين اللهم حقك لهم الامن والعزة يا كريم اللهم اجم على بلادنا امننا ورفاها وعزها واستقرارها يا رب العالمين ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاة المسلمين يا رب العالمين اللهم من اراد امتنا اللهم من اراد امننا واستقرارنا ووهدتنا بسوء اللهم فرد كيده واجأل تدبيره تدميرا عليه وجأل تدبيره تدميرا عليه وجأل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا سميع الدعاء اللهم لا تقردنا على بابك اللهم لا تقردنا على بابك اللهم عجب دعانا اللهم جب دعانا اللهم لا تقردنا على بابك اللهم لا تقردنا على بابك اللهم لا تقردنا على بابك اللهم تكبر مننا اللهم تكبر مننا ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين اللهم أنزل في أردنا زينتها اللهم أنزل في أردنا زينتها وأنزل علينا في أردنا سكنها اللهم إننا خلق من خلقك فلا تمنؤنا بظنوبنا وحضرك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا واغفر لنا ظنوبنا يا أرحم الرائمين اللهم عزن آقبتنا في أمور كلها وأجرنا من فزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الآداء ومن شماتة الآداء ومن ترك الشقاء وجهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد يا رب العالمين اللهم اشحي مردانا ورقا مهتانا اللهم اشحي مردانا ومرد المسلمين يا رب العالمين اللهم شمردانا ومرد المسلمين يا رب العالمين اللهم عائذنا من شرور أنفسنا اللهم عائذنا من شرور أنفسنا وعائذنا من شر كل ذي شر شر وعائذنا من شر كل ذي شر شر وعائذنا من شر كل ذي شر شر يا رب العالمين اللهم جب دعاءنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعجل والإحساب وإتاع ذي القروب وَيَنْعَعَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغَيْ يَعِذَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذْكُرُ اللَّهِ وَسَلِّلَّكُمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ تَجْمَلِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر